في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بتنتقد معاملة النمسا لطالبي اللجوء يمكن كان فيه هناك يعني مع الأسف هذا تقرير مخزي جدا أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقريرا ينتقد بشدة معاملة النمسا لطالبي اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب أو يعانون من أمراض نفسها يعني بالتالي بصراحة النمسا اليوم تتجه إلى المعسكر يعني ما يبدو المعسكر الشرقي من دول الاتحاد الأوروبي يعني هذا الاضطهاد الذي نسمع وهذه التقارير المخزية والمخجلة صراحة جدا بحق النمسا أنا لا أستطيع بصراحة يعني فعلا هذا تقرير مهين أستاذ ممدوح عندما يقال أن النمسا أن النمسا ماذا؟ تعامل طالبي اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب يعني اللي عندهم مشاكل هي عم تضطهدهم موضوع الترحيل يعني أنا من يومين أستاذ ممدوح من يومين أستاذ ممدوح بتصل فيني شخص من العراق عمره ستين سنة كان بقي في النمسا لمدة تسع سنوات اتصل فيني أستاذ أحمد أنا تم ترحيلي إلى بغداد قال لي أنا فجأة اتصلوا بأخوه حتى له أخوهم أخين أكثر من أرعين سنة مجنسين في البلد خير إن شاء الله قال لي اتصل فيني البوليس قال بده يعني بقسم الحي 22 أعتقد ما أعلم يتذكر كتير باتصل فيه بيروح لعنده بيروح لعندهم وما عنده أي تبليغ بأي شيء بلوله أنت سيتم اعتقالك فورا وستقوم بترحيلك إلى بغداد متزوج أوكرانية وعنده أموال في البنك وعنده عمل وعنده نشاط معين يعني عنده عنده شيء معين صيغة ما عنده شيء قام وخلال يومين تم اعتقاله وحطوه بالطيارة وتم ترحيله إلى بغداد تخيل يا سيد الكريم مع الأسف اليوم النمسا تستقوي على الضعيف تستقوي على الضعيف اليوم العراق دولة مصنفة من الدول التي ترعى وتصدر الإرهاب بشكل أو بآخر وتقول أن النمسا وتقوم النمسا بترحيل لاجئين إلى العراق بهذه الطريقة المخزية بهذه الطريقة بصراحة يعني ما بعرف لا يمكن وصفة إلا بأنها شيء مهين جدا بحق النمسا أن تقوم بهذا الترحيل ومن الطبيعي أن تنتقد من لجنة الأمم المتحدة وأي لجان أخرى ومن لجنة الصومال ومن لجنة كوالا لنبور يا سيدي حتى يمكن من سوريا بكرة نطلع بتلاقي بشار الأسد ولجانه تطلع تنتقد النمسا على هذا التصرف فهذا شيء النمسا من وضعت نفسها به ليس أنا ولا أنت أستاذ ممدوح النمسا وضعت نفسها بموقع أنها تستحق هذا الانتقاد اللاذع فتفضلي اشتربي يعني يمكن بجانب طبعا القرارات اللي بتتخذ في النمسا أو على مستوى الأوروبي أكيد يعني موضوع اللاجئين بقى دلوقتي موضوع للأسف معاملته غير أدمية بالمرة وإن كان أنا مع كل من أجرم فحق أي حد أن لا يكون له مكان هنا في النمسا لكن دي عمليات المجرمين إنما الناس اللي عايزة تعيش لابد من طرح حياة كريمة لهم عشان يقدر يعيش في سلام اللي عنده أسرة اللي عنده شغل اللي عنده سكن المفروض دول يستحقوا أن هم يعيشوا في أمان داخل النمسا تسمح لي أستاذ مدوح بس لأضيف على كلامك شيء اليوم نحن أطلقنا استطلاع والسبيان للرأي صراحة اليوم صباحا تم أطلاقه هل تؤيد ترحيل المجرمين والمدانين في النمسا إلى سوريا الاستطلاع شارك فيه 226 شخص 84% منهم أجابوا نعم نريد ترحيل المجرمين والمدانين إلى سوريا يعني حتى اليوم المجتمع السوري بتصبر هذا الاستطلاع غالبية من شارك فيه هم من السوريون أنه 84% بيقول لك لا خليه يرحل إذن دليل أن هنا في وعي في التزام بالقانون في التزام بالحالة المجتمعية فيه إنكار للمجرم فيه إنكار للمصرف بحق نفسه لأنه ده بيسيء للأسف للعايزين يعيشوا في سلام أو فبالتالي يعني اليوم تقريبا من هالاستطلاع اللي على السريع يمكن هو ياخد أبعاد أكثر منه 192 شخص 192 قال لك لا يا أخي ما بدي المجرم ينحسب علي خليه وأنا مع أنه النمسا تشدد سياسته تجاهه هذا الاستطلاع طبعا اللي يسمعونا ويشاهدونا فدعوهم أنه يشاركوا بهالاستطلاع لحتى فعلا ياخد الصبغة القانونية ويجاوز الستمائة المشارك ترجمة نانسي قنقر